يخيم الغموض حول مصير الموسم الحالي في عالم كرة القدم في ظل طبعا تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في مختلف بلدان العالم وبسبب تجنيد النشاط الكروي في احلام لفرق وفي احلام لنجوم كرة القدم بقت مؤجلة او مهددة بالضياع وفي فيديو النهاردة هنتكلم عن احلام العظماء اللي بقت في مهاب الريح وقبل ما نتكلم في اي حاجة اولوك سبسكرايب ولايك وشير واهم حاجة يا رجالة اللايك الجميل ويلا بينا نخش على المفيد سير صبحي اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج السير صبحي هنبدأ كلامنا بليفربول اللي بيحلم بالتتويج بلقب الدوري الانجليزي من سنة الف تسعمية وتسعين وتمر السنين وتمر الايام والنسخة الحديثة من الدوري الانجليزي اللي بتتسمى بالبريمير ليج بتنطلق ولكن ليفربول لم يتوج بالكأس ولم يزوك لزة التتويج وبعد مرور 30 سنة ظنت جماهير ليفربول انها كلها كم اسبوع ويتم تتويج ليفربول بلقب البريمير ليج اللي مشتقين ليه الجماهير من زمان جدا خصوصا ان ليفربول متربع على عرش البريمير ليج ب82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن اقرب ملاحقيه منشستر سيتي عشان يبقى الفريق على بعض امطار قليلة جدا من تحقيق لقب البريمير ليج الاول ليه المدريد عام 2018 متوقعين منه انه يقصر العقدة او يقصر اللعنة اللي بيمر بيها الفريق خصوصا ان كريستيان رونالدو ملك دوري الابطال ومحقق خمس مرات لقب دوري ابطال اوروبا ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن في فترة كان متقلق فيها كريستيان رونالدو مع فريقه ووصل لكمة مستوى مع الفريق بوم بعدها ييجي توقف الدوريات او ييجي التوقف المحلي والاوروبي علشان الحلم يبقى مهدد او تأجيل الحلم لاجل غير مسمى وبما اني ذكرت كريستيان رونالدو فلازم نذكر الغريم التقليدي ليه في العقد الاخير ليونيل ميسي اللي دايما بيشارك مع منتخب بلاده وبينتهي المشاركة بمشهد معتاد تنحني فيه رأسه الى اسفل ممسكا بليحيته من اثار الصدمة وضياع الحلم الاكبر لميسي وهو تحقيق لقب واحد بس مع منتخب بلاده وبما ان ميسي مقدرش يحقق اي لقب مع منتخب بلاده ميسي كان بيمني النفس انه يحقق لقب الكوبا امريكا الصيف ده ولكن انتشار وباء كورونا اجل كوبا امريكا لمدة عام عشان كده هيتأجل حلم ميسي لعام كمان وممكن يبقى وضع كريستيان رونالدو مختلف شوية عن وضع ميسي على الصعيد الدولي خصوصا ان الدون حقق لقبين على الصعيد الدولي لقب يورو 2016 ولقب دوري الامم الاوروبية سنة 2019 ولكن الدون مع اعتياده على خروج المنتقدين والمشككين في انجازاته لكن الدون كان بيمني النفس بتحقيق السلاسية التاريخية مع المنتخب كان بيتمنى تحقيق لقب اليورو ولكن البطولة اجلت لصيف 2021 بسبب كورونا واصبح الحلم مهدد بالضياع على الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال خصوصا ان كريستيان رونالدو هيتم عامه ال36 الصيف الجاي ومهمته هتبقى صعبة جدا 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 وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة هستنى رأيك وتعليقك عن مين من العظماء حلمه في مهاب الريح ونسينا نتكلم عنه في فيديو النهاردة وكالعادة يا رجالة لو انت لسه مكمل معايا هقولك سبسكرايب ولايك وشير واهم حاجة اللايك الجميل واشوفكو الحلقة الجاية السلام